الحقيقة روابط وثيقة كثيرة جدا بين مصر وفرنسا واضح جدا في هذه الزيارة الحقيقة زي ما حضرتكم تبعتم أنه كمان الدول النامية دفعت كثيرا فطورة غالية جدا من وقت كورونا طبعا مع توقف عجلة الانتاج والاقتصاد وأيضا في الأزمة الروسية الأوكرانية هذا ما أكد عليه سيادة الرئيس خلال المائدة المستديرة لقمة ميثاق التمويل العلامي الجديد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة تعقد وسط أزمات عاصفة ومتعاقبة على العالم طبعا لأننا عارفين أن الأزمات من كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وذلك على مدى ثلاث سنوات مضت مشيرا إلى أن هذه الأزمات تسببت في أعباء أكبر على الدول النامية نستمع إلى جزء من كلمة الرئيس تفضلوا مهمة أول أن أشكر فخامة الرئيس ماكرو على أن استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة التي مرت العالم تقريبا على مدار أكتر من ثلاث سنوات والحقيقة هي ألقت بزلالها الكبيرة جدا على العالم وعلى يمكن بشكل أكتر وعباء أكبر على الدول النامية والذات اقتصاديات يعني هشة ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفذها بوسط هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت اشتركوا في القناة